هل لكم دلوقتي بعض الأسماء اللي موجودة في أوروبا وحضراتكم ما تعرفوهاش أسماء مصرية موجودة في أندايا في أوروبا وأكيد حضراتكم ما تعرفوهاش احنا النهاردة مع فريق الاعداد وحنا بنبحث احنا بتشوف أسماء لأول مرة وبنقرأ أسماء لأول مرة وبنسمع عن أسماء لأول مرة بس هما مصريين يعني ممكن يخشوا في المستقبل تعالوا نشوف مصطفى أشرف لاعب فريق منشجلات باخل ألماني تحت 19 عاما ومنتخب ألمانيا منتخب ألمانيا للشباب يعني ينفع إلعب لمنتخب مصر الأول الجنسية مصري ألماني المركز خط الوسط بدأ ممارسة الكرة بسفوف نادي اس اس رانكب لمدة سنتين ونصف ثم انتخب لسفوف نادي ام اس في دويسبورج لمدة عام وصلته عدة عروض اختارة منها نادي مونشي جلات باخ تم تسعيده للفريق الاول بناديه في صيف 2021 تعرض لإصابة ثم عاد وشارك في المعاصقة الاعدادية للموسم الجاري 2021-2022 وتواجد كبديل في ودية فريق أمام نظيره باير نيميونيخ وصنع الهدف الثاني لفريق خلال اللقاء الذي انتهى فزم بسنائية نظيفة يلعب شقيق مصطفى سيف بالنادي ذاته لكن تحت 15 عاما وكذلك بصفوف منتخب ألمانيا للناشئين حلو قوي يبدو انه حلو قوي يعني احمد عتمان لعب فريق عد 19 عاما بنادي ألانيا سبور التركي المركز صانع العاب بدأ عتمان لعب الكرة بنادي بلدات المحلة وهو في سن السابعة عرض عليه وكيل لعبين الخضوع لفترة معايشة بنادي أنطاليا سبور بالدورة التركي في سن 16 عام ونجحها في لابة الانتباه لمهيبته وكرر أنطاليا سبور ضمه لسفوفه تسببت شكوى من نادي البلدية بلدات المحلة تطالب بحق الرعاية في إقاف قيده بنادي أنطاليا سبور انتقل إلى نادي آخر تابع لمالك أنطاليا سبور وهو فريق ألانيا سبور ينطلق مع فريق تحت 19 عاما اسم آخر هو أمير صالح لاعب نادي أطرخت الهولندي تحت 17 عاما المركز بيلعب صانع العاب أيضا رقم 10 جنسية مصري هولندي بدأ أمير الكرة مع بلوغه عاما الخامس بنادي سويفت الهولندي والده كان مدربه حتى عاما الحداشر وانتقل أمير لسفوف نادي بوتينفيلدر ببلاده جزبت موهبته أنظار منتخب المقاطعات في هولندا يتم تكوينه من الأنداء المختلفة اللي ينضم له في سن 13 تم تحويل مركز أمير في منتخب المقاطعات بهولندا لجناح عاما وصلته بعدها عدة عروض اخترى منها لانضمام نادي أطرخت الهولندي تحت 15 سنة لاعب آخر هو داني عساف لاعب كارتون الكندي مركزه مهاجم جنسيته مصري كندي مواليد 10 أكتوبر 2001 والده كان لعبا في نادي المنصورة بالفئات السنية المختلفة لم يلعب فريق أول بدأ اللعب نادي المدينة التي يعيش بها وهي مدينة أتاوى انتقل بعد ذلك إلى نادي تورنتو وحوال أحد الأنداء السلاس التي تشارك بالدول الأمريكي لكرة القدم لكن رحل عنه عند التحاق بالجماعة نضم لمنتخب كندا في سن 15 و 17 وسجل 3 أهداف تواجد في معسكر منتخب مصر في فبراير 2020 مع الكابتن ربيع ياسين ستافروس من أم مصرية وأب من أبروس الجنسية مصري كوبروسي يوناني المركز مهاجم ونجنها عيمن وأيسر مواليد 27 يونيو 2001 بدأ القرى في عمر 6 سنوات وفي سن 11 تحق بصفوف نادي أنتروسوس FC بكوبروس ومنعته الإصابة بالانضمام لمنتخب كوبروس تحت 15 سنة ورحل بعدها إلى أنجلترا رفقت أسراته ونضم بعد كده لصفوف بورهود FC ومنه النادي بلانتفورد والتحك بصفوف فريق 18 عام ثم تدرب مع الفريق الرديف يعني أسماء ممكن تتشاف ممكن تتشاف الله أعلم بالتفاصيل هم بيشاركوا ولا مبلعبوش بس هو الراجل عايز يشوف ويتابع ويعرف اللعيبة دي ممكن يستفيد منها في المستقبل ولا لأ حلو وفي أسماء تانية كتير والحلقات اللي جاية هنعرض لكم أسماء كتير تانية وهنجيب ناس عبر سكايب وزوم نسمع منهم ونتكلم معاهم هما بيشتغلوا إزاي كل الأمور دي مهمة جدا لمنتخب مصر حلو جدا أن احنا نوسع القاعدة ويبقى عندنا محترفين كتير نقدر نستفيد منهم مع منتخب مصر وخبراتهم في اللعب في أوروبا